بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله معنا النهاردة إن شاء الله مجموعة من أخبار التعليم الخبر الأول نظام التحسين في السنوية العامة 2021 في 12 معلومة والخبر الثاني طارق شوقي وفرنا خمس بدائل لمواجهة الدروس الخصوصية ولا يوجد سبب الاستسلام لهذه المضية الخبر الثاني أكبر مجموعة في السنوية العامة سيكون في إطار 80% والخبر الثالث وزير التعليم أيضا العالم كله بقى رقمي والتعليم أونلاين مش بنعة اخترعناها طبعا دي أخبار أعلنها الدكتور طارق شوقي أمس أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية عن نظام الثانوية العامة الجديد 2020-2021 والذي سوف يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد وتستعرض هذا في 12 معلومة أولا عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة أثنين فرصة امتحان إضافية للطلاب في يونيو وأخرى في شهر أغسطس ثلاثة احتساب المجموع الأعلى للطالب أربعة الامتحان سيكون إلكترونيا ويتم تصحيحه باستخدام نظام التقييم الجديد خمسة يسمح للطالب حضور كل الامتحانات ستة الطالب الذي سيرصب سيكون له فرصة ثانية أيضا وليس له دور ثاني سبعة يتم إتاحة سلاس فرص للطلاب تمانية امتحان إلكتروني يتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد تسعة تصميم أربع نمازج امتحان مختلفة عشرة إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نمازج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش حداشر سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس رقم 12 التشعيب في السينوية العامة يعني التشعيب بالنسبة لعلم علوم وبالنسبة لعلم رياضة وأدب وأبدأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية قائلا إحنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية وإحنا في مصر دايما معتردين لو تركنا الدروس للأهالي يشكونا من الفلوس والتكاليف ولو لغينا الدروس يقول الحكومة منعت الدروس ومش عجبهم الحالين وقال الدكتور طارق شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج المصر فندي مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس أمس إن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة وفيها كل شيء من أفلام على القنوات التعليمية والمدارس متوجدة فضلا عن مكتبات الفيديو والكتب التفاعلية والمكتب الرقمية ومنصة إسأل المعلم وبس مباشر من الوزارة ووجه وزير التربية والتعليم حديثه للطلاب والأهالي قائنا لو هدفك تفهم الدروس إحنا أعطناك أربع أو خمس بدائل وببلاش وعملنا مجموعات طاقية في المدارس وما فيش أي سبب منطقي نستسلم لمفيا الدروس وفي تحاليل في موضوع الدروس الخصوصية والمسؤول عنها الأهالي واللي بيعمل كده ولي الأمر وهو اللي يلوم إلا أو هو لا يلوم إلا نفسه وأكد الدكتور شار طارق شوقي وزير التربية والتعليم التعليم الفني أن أكبر مجموع في السنوية العامة العامة المقبل لن يكون 105 ولكن سيكون في إطار 180% وأضاف شوقي خلال البرنامج أيضا إحنا بنحاول نقتل سباق الدراجات مش مهم الرقم ولكن أنا في من زملائي وأكد الدكتور طارق شوقي أيضا وزير التربية والتعليم أن الطالب الفترة المقبلة لن يكون بحاجة إلى الزهاب للدروس الخصوصية موضحا أن المعلمون سيحصلون على 75% من إجمال دخل دروس التقوية التي ستنظمها الوزارة وأوضح شوقي أيضا أن الوزارة تتيح كافة البلائل أمام الطالب حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية قائلا إحنا عملنا حاجة منطقية للطالب تكون بديل مجاني للدروس الخصوصية وهي الخدمة التعليمية المطلوبة كمنا بإتاحتها لهم من أفلام على قنوات تعليمية تغني الطالب عن أي شيء وتابع شوقي بجانب القنوات التعليمية المدرسة تعمل ثلاث أو أربع أيام أمام الطالب هناك مكتبات فيديو بمستوى مرتفع وكتب تفاعلية ومكتبة رقمية ومنصة إدمودو ومنصة إسأل معلم وبس مباشر من الوزارة إذن الطالب لو عايز يفهم فالوزارة موفرة له بدائل كثيرة مجانا وأشار إلى قيام الوزارة بعمل مجموعات تقوية داخل المدرسة تكون تحت رقابة الوزارة فضلا عن اختيار المعلمين لافتا إلى أن أي عائد سيأتي من تلك المجموعات سيتم توزيعها على المعلم وتساهم في تصليح المدرسة وأكد شوقي أن المعلم سيستطيع زيادة دخله بطرق مشروعة قائلا السادة المعلمين هيشاركوا معنا في جميع المشروعات التي ستقدمها الوزارة للطلاب وهذا سيكون مقابل مادي محترم وأوضح وزير التربية والتعليم أن سيكون للمعلم دور ونصيف من أي دخل المادي إلى جانب أن مجموعات التقوية سيكون لها فيها لهم نصيب أسد حتى يستطيع المعلم أن يزود دخله بطرق قانونية مستنكرا إصرار أولياء الأمور على إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية قائلا ما فيش أي مبرر للأسرة أنها تستمر في إرسال أبنائها إلى هذه الماضية ومراكز الدروس الخصوصية قمنا بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لنجد أولياء الأمور يأتون بالمدرس إلى البيت ونشد شوقي أولياء الأمور اللي رفض ذهاب أبنهم للدروس الخصوصية قائلا إحنا بنقول لأولياء الأمور من فضلكم ما تبعتش أولادكم ياخدوا دروس خصوصية إحنا موفرين بديل مجاني وزير التعليم أيضا أضاف أن العالم كله بقى رقمي والتعليم أونلاين مش بدعة اخترناها أو اخترعناها أكدت دكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم أن التعليم الرقمي عبر وسائل الإنترنت أصبح منتشر في جميع أنحاء العالم الذي يتغير في الاتجاه الرقمي سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق ومن الصعب إنشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث قائلا العالم كله بقى رقمي وده مش بدعة احنا اخترعناها وأوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم في البرنامج أيضا على قناة القاهرة والناس أن الوزارة تؤهل جيل بأدوات جديدة مع توفير الأدوات القديمة التي ما زالت موجودة من فصول ومعلمين مضيفا احنا استصمرنا في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة وتابع التعليم الأونلاين دلوقتي في مصادر أخرى وده حاجة خير زيادة في سواء في بنك المعرفة أو الأفلام التي تطرحها الوزارة ولازم الناس لا تخاف منها وتعتبرها إضافة ضخمة وبتكلف أموال كتير وبتعلم الأولاد بشكل أفضل ومستوى الجودة أحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته